السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة هاد الوصفة اللي جبت لكم اليوم غا تبقىها كل سيدة وكل بنت لانها وصفة زوينة كنديروها البشرة في واحد الفترة اللي هي قليلة بزف وكتبيننا النتيجة من الاستعمال الاول كتحيدنا الكنف البقع ديال الشمس ديال حبشباب وكذلك كتحاربنا دكال تجاعد وكذلك كنديروها الهالة اللي تحت العين التجاعد اللي في الجبهة حول الفم حول العينين يعني وصفة كاملة مكمولة ماشي غنضربو عصفورين بحجرة وإنما غنضربو مجموعة ديال العصفر بحجرة وحدة غير تيقوني وجربوها وغا ديتشوفوش غا ديت كيفاش غا ديتفلي البشرة ديالكم المكويل الأول غنضربو هو الورد والورد البلدي را غاني التعريف في كحيدنا البوقع حيضنا قصر ديال حبشباب راه زوين زوين بزاف ونا فيتالي جيبه في واحد الوصفة أخرى ورالبنات داروها وعرفوا النتيجة اللي كانت جيدة رائعة هنا قديت جوج ديال ملاعق صغار وغا ديالنخوض الروز الروز ذاك المكركب ماشي ذاك الطويل لا ذاك أرخص الروز ذاك الروز اللي كان طيبوه بالحليب أنا هنا غا ديالنخوض منو جوج ديال ملاعق قبار لأن هاد الوصفة غن ديرها على ثلاثة ديال المراحل كما شفتو وهدو جوج ملاعق قبار غا دي يقدوني في المراحل كاملين هنا غا دي نتحاول باش نتحنها مزيان خوضي الوقت ديالك إلا كانت تحنة ديالك ما كتتحنش بسرعة خوضي الوقت حتى تتحنيه مزيان حتى يولي ارتب بحال شكل ديال السكر غلاسي يعني ولا يرتب لا داعي أنك تغرب ليه ولا شي حاجة لا الروز كي ولا يرتب بزاف هنا ضفت جوج ديال ملاعق ديال هاد الروز اللي اطحنت جوج الملاعق قبار على جوج الملاعق صغار ديال الورد وذاك الروز اللي بقالي غا نحتفظ به لأنني بقى غا دي نكمل به الوصفات هاد الخالي ديال هاد جوج مكونات الورد البلدي والروز غا دي نديرهم في واحد العلبة راه مطحونين مزيان إلا الطحنة ديالك ما كتتحنش مزيان حاوليه مش تدوز يوم تغرب ليوم في شي ليبا موس يعني ولا وغبرة هنا خديت الملعقة كبيرة خاصني ملعقة كبيرة تكون مملوئة ديال الروز هي اللي درت فادي كسرونا والمكوين الآخر أو الثالث اللي غا دي نخود وهو جيد 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 رائع ونقدروا نبدله بمكوين آخر هاد هو العلك العلك الحر هنا معروف بزاف اللي هو العلك ديال الطلح معروف هنا في المناطق ديال الزحر ولكن راكين بغتو في المغرب عندها خصوصا هادوك اللي كي بيعون ما تزمزم والصلايت وذلك شي غا تصيبوا عندهم أما هاده اللي كنوريكم تقدرو تعوضوا بها العلك هاده ماشي العلك هاده الصمغ العربي اللي كتصيبه إما حجرة وإما محكوك سمحوا لي أنا كنزر بزاف لأن هاد الفيديو ما بغيتوش يجي طويل بزاف باش ما يشد لكم مش لوقت بزاف ولكن اللي فاتت شي إي طاب تعود ترجع وتعود تشوفها باش تدير هاد الوصفة تديرها كيف ما هي بالحادة يفر ديالها كيف ما هي أنا خديد تكلم الشوية ديال العلك وغادي نطحنه مزيان وغادي نقرع كتطحن بسهولة ولو هو عبارة عن حجرة كتديره في مولينيكس ما غادي يخسرها موالو أي طحنة كهربائية واخر ما تكونش مولينيكس كاي الطحن كايولي غبرة لأنه كان طحنه دائما وكانت يجي به غير دبا ما موجودت عندي مطحون وإكس براي كون كانت موجود عندي كنت غادي نوري لكم حجرة هو الأول هاللي ندير من هادا كل مطحون دبا هنا المرحلة الثانية أو الوصفة الثانية اللي من بعد غادي تعرفوها بأنها رأي ديالوصفة الثانية اضفت عليه واحد الكاس ديال الماء ودرته فوق النار جوج ديال دقيق فقط غيري غلا الماء صافي وضفت عليه هذيك الملعقة صغيرة ديال العلك ولا الصمغة العربي اللي كان ما عندكش العلك عندك الصمغة العربي حتى هو ديري ودرته فوق النار هنا درته هنا فوق النار غير واحد جوج دقيق بسرعة علاش هو كان ذاك الماء ديالو الروز والروز كان برد لي شوي إلا بقالك سخون صافي لما ترجعي ستحركيه مزيان وهنا ضفت واحد الملعقة صغيرة ديال الزيت ديال اللوز الحلو زيت اللوز الحلو ولان ما عندكش ديري زيت الجازر مهم أنا كنديره بالزيت ديال اللوز الحلو ومرة درته بالزيت ديال الجازر تهي جات مزيانة صافي هذي هي الوصفة ثانية الوصفة الأولى عبارة عن باودر اللي فيها الورد والروز سأخبركم كيفية تخلطوها وهذه الوصفة الثانية اللي كتزوين التجاعد وكتبيض هذه غير وصفة هذا اللي يدرت فيه لعلكون الروز وصفة قائمة بحداتها أنك تقدري تديريها بوحديتها هنا غادي بوريتكم داكتر موس ديال القهوة كنخد أنا كنشرب واحد الكاز ديال القهوة ضروري من واحد الكاز ديال القهوة يوميا إذن غا نخد غير هذي التخت اللي كيبقالي في هذي الصفايا غادي نخد واحد شوية وغادي ننضيف عليه إما زيد اللوز وإما زيد الكوك هذي زيد الكوك رأنا اللي مصايبة غير كنديرو في هذيك البواطة باش كيبقالي محكم كنت كنديرو في تلاجة غتشوفو بأنه مجمد وشوية كنخويف داك القراءة أنا داك الشي اللي كان في القراءة سالالية لذا أنا غادي نجبدو نسيت ما جبتوش من قبل غادي نخد هذي المغرفة غير سخنتها سخنتها وبلام أحيتها من فق النار ودرت فيها شوية داك زيد الكوك اللي كان مجمد وصفي كييولي سائل ندير غير بشوية بشوية حتى لما يعني إلا كان بقي خاصة ننضيف زيد الكوك غادي نضيف تاني غادي نخلط كيف ما شفتو ضروري ما نضيف تاني شوية داك زيد الكوك المغرفة بقى سخونة ضفت فيها شوية آخر وغادي نخلط مزيان صافي جوش داك الملعقرهم كافي إلا ما كانش عندك تقدر يتدري أي زيد زيد الكوك زيد اللوز ما عندكش غايع غادي يتدري زيد زيدهم ما كانش شي مشكل صافي هذي هم ثلاثة ديالوصفات اللي لادرناهم غادي يقول لي لوجه ديالنا براق نشوفوا باش غادي نخلطو الوصفة الأولى اللي عبارة عن باودر غا نخلي وفدك الطاسة فيما بغينا نديروا هذي الوصفة نخضوا منها ملعقة أنا هنا خديت هذي البيضة اللي هي بيضة رومية كما كانت تشوفوا إلا كان عندك البيض البلدي أحسن وخديت المحة ديالها فقط كان نديروا البيض هو الأول هي اللي نديروا المسحوق يعني المسحوق أو المكوه الأول اللي درنا في ديكت القرعة الصغيرة هذا هذي نضيف منه ملعقة صغيرة أنتي إلا ما عرفتيش خفتي أن البيضة تكون الأصفر ديال البيضة يكون كبير ولا صغير ولا وما غاديش يجيك تلك القوام اللي إحنا غنبغيو خاص يكون شوية سائل يعني متو ما كيفاش غا تشوفوا بحال هكذا خاص يكون إلا خفتي أنك تكتري ما تديرش ملعقة صغيرة يديري بشوية بشوية وخلطي حتى تشوف القوام اللي أنك تقدري تديريه ماسك صافي هذو هما ثلاثة الوصفات اللي غنديروا الوجه ديالنا ما تحتاجي لأنك الكريمات للوالو دومي غير على هذ والنتيجة النتيجة كدهر من من الاستعمال الأول ماشي من يوم الأول من الاستعمال الأول هنا هذة غند نديرو بي قوماج ضرور من القوماج والقوماج إلا درتي مثلاً هذة الوصفات هذة دورة غدي قدوك الواحد المدة طويلة اللي غايت تبعي حتى أسبوع يعني غادي تبعي أسبوع غير القوماج اللي يش ديريه غير جوج للخطرات في الأسبوع وإياك تديريه أكثر وإلا مشيت الحمام وكنتي غاسل وجيك في السخون يعني في الجو دي الحمام سخون ما غاديش تديري هذك القوماج هذة الوصفة الثانية اللي فيها الورد والروز والبيض إلا درسيها درسي منها وخليسيها وتخليسها غادي تحصاف ضيبي في التلاجة كشك تحصاف ضيبي في التلاجة ما كيبقاش هكذا هذ القوام ديال ودير هكذا كيشرب يعني كيقصح أنت أش غادي تديري ما قبل ما تضيفي عليها أصفر للبيض غادي تضيفي عليه ما ورد إلا ما عندك ما ورد غادي تخوض واحدة البيضة خورا وغادي تضيفي فيها أصفر للبيض باشي ولي كذلك القوام دياله تقدري تضيفي بحل ماسك يعني يعني لاشه ولا حقاش وكي نشف ولو تغطيه ولو تضيفي في تاسا كتسد اللي تضيفي في التلاجة راه كي نشف كي ولي قاسح ما ترميش خليه وضيفي فيه الماورد وقل لا ضيفي فيه المح ديال البيض هادك تضيفيه ماسك من بعد القوامات غادي تضيفيه ماسك وتخليه في وجهك حتى ينشف هاللي تغسليه وتقدري تضيفي حتى جوج خطرات ولا ثلاثة الخطرات متابعين بالنسبة للوصفة ثالثة او لا هاد الماسك او كريمة تقدري تضيفي بحل كريمة بحل ماسك هاد يتضيفيه من الليل ليل سواء قدرتي قلت لكم وراه وصفة قائمة بحداتي يعني تضيفيه مع الزوت مع القوماج ومع الوصفة ديال الورد وتقدري تضيفيه بحديته اللي هو اللي يدرتيه من بعد القوماج ومن بعد الوصفة ديال الورد يعطينا نتيجة رائعة من الليل ستضيفي الوفيزاج من الليل ستضيفي الوجه ديالك وتخلي حتى وتكرم وكتغسليه وصفة جدا رائعة ديرهم بهذه الطرق راهزوينة بزيف وهذا غد يبقى عندك وفين ما بغيت تديري هذك الوصفة ديال الورد ديريها هذك الوصفة ديال الورد تقدري هذا اللي في هذة الطو يصلي القفالة ديال الاروز تقدري تخلطيه بجوج ديال محوحة ولا ثلاثة وتديري الجسم ديالك من بعد الحمام علش من بعد الحمام خاص اللقوع ديالك صابون ولا تخطي ديال القهوة وابخي صابون راته وتدير قوماج باش ديري الجسم ديالك كامل وديري هذة الوصفات الجسم ديالك كامل خصوصا الوصفة ديري قوماج والوصفة اللي فيها الورد والروز والبيض راها زوينة بزيف كتحيد للكحولية اللي كتكون في الركابة في الرجلين في ليدين في المناطق اللي مخزونين جسم ديالك كامله ديري احتل العلق ديالك ديري لديداتك راه وصفة رائعة اما الوصفة البيضاء اللي هي اللخرة اللي فيها الروز وفيها العلق والصمغة العرابي هذيك راه تقدر تديريها تخليها في الثلاجة تحتافظ بها في الثلاجة وديريها لوجهك من الليل الليل وتغسله ومن بعد الدهني بشي مرطب اللي عندك انتي تديريها اي مرطب كيوافق لك ديريها هذي الوصفة راه زوينة بزف ديرتيها من الاستعمال الاول غدي تحيد لك غدي تصف في الوجهة تحيد لك لف تحيد لها لتسوداء تحيد للي تخاص ديال الحبوب تخاص ديال الشمس تحيد كل شي وإلى داومتي علي هذيك الوصفة البيضاء تحيد للي غيد أو تنقص منهم إلا كانوا عندك دوك تجاعد اللي غامقين غتنقص لك منهم لأنها ترتب البشرة وكتحيد للك النشوفية ديال البشرة إلا كان عندك دوك التجاعد الخفاف رأي إن شاء الله غدي يحيد ه نتمنى أن هذي الوصفة تعجبكم وتقولوا للي رأي ديال من بعد الاستعمال ديالها في التعليق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته